جبت لك يا الحبيبة كيكا تسعادة كيكا تاكليها وتفرحي بها ولداتك كتدوف الفم وبنينة كتحمق أنا متأكدة لجربتها أريد تولي مدمنة لها شوفوا كيفاش معي واحد طبقة كتجي سايحة وهائلة فما عليك غير تابعي معي الويديو حتى الآخر وما نقول لك غير فرجة ممتعة وبسم الله على بركة الله حبيبتي مشوا نشوفوا المقادر وطريقة التحرير أول حاجة غاد نديروا طبقة ديال الكيك كيك متاع شوكولا يعني كيكا تلقى هو غاد نحتاجو جوج حبات ديال البيض البيض ليكون بحرارة المطبخ دائما كنحيدوه من تلاجة من قبل ما نسويش واحد رشاة خفيفة ديال الملح بشي صححنا الدوق كذلك غاد نضيف كأس إلا ربع ديال السكر حبيبات ما يعادل 100 جرام وغاد نضيف ملعقة كبيرة من قهوة سريعة الدوابان او ساشي منه وغاد نخلطهم مزيان مزيان ما تحتاجو لمولينكس لوالو خلطهم غيب الفوي هكا مزيان حتى كيدو بدك السكر نضيفو كأس ديال الحليب ما يعادل 160 ميلي لتر وكأس انتع الزيت ما يعادل 160 ميلي لتر ونخلطو جميع المكونات غاد نضيف جوج كيسان ديال الدقيق ليه 200 جرام يكون مغربل وزوج اكياس من خميرة الحلويات كل كيس فيه 8 جرام اللي هي 16 جرام وكذلك ضبط ملعقة كبيرة من الكاكاو وهنا اياك نخلطو كامل هاد المكونات غدي تحصلو على خالط متوسط يعني ماشي تقيل بزيف وماشي خفيف كيكون خالط رائع بهاد القوام هادا كي راكو تشوفو هنا كتشدو صينيانا استعملت صينيان مستطيلة دهنتها بالزبدة وغبرتها بالفارينة ماشي دارور يدور صينيان مستطيلة ممكن كاغي ممكن دائرية اللي يحب الخاطر خويت الخاليات ووزعتو غدي ندخله الفرن ساخن على نار مهيلة تكطل الكيكا ديالكم كتنشف وكتشعلو لها من الفوق ديالها غي شوية وكتخرجوها هاد الاتناء الكيكا ديالنا كطيب وحنا غدي نوجدو طبقة التانية بنسبة الطبقة التانية غدي نحتاجو 100 جرام من البودرة ديال الشانتيي اللي ممكن تعوضوها بلا كرام فخيش اه انا استعملت الشانتيي قد نضيف عليها هنا يا زوج اكياس نتع سكر الفانيليا او ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة اللي كان عندكم ضيفوه هنا اذا كانت الشانتييه ديالكم حلوه خلي ما تزيدوش اذا كانت سامتا غدي تقراو فلس انجرديو زيدو شوية سكر واحد جوج معال خاكا ضبت هنا كأس ديال الحليب الا ربع درت كأس نتع الحليب بارد خليت به واحد الربوع باش غدي نسقي الكيكا اللي ممكن تعوضوه بكاس نتع الماء يعني الشانتييه تقدر تطلعيها بالماء ولا بلح اللي بلح بالخاطر وضفت كذلك ثلاثة ديال قطاع نتع الجبن ممكن مربع ولا مثلت ولا الجبن الطاري اللي بغيتي يعطيك قوام رائع ودوق رائع خلطت كامل هاد المكوناتها طلعت الكريمة ديالي بهاد الشكل هادا حيتها في تلاجة برد الكيكا من لي خرجت من الفران وهي سخونة تكيتها بواحد السكين وثقيتها بهذاك الربع كأس نتع الحليب ثقيتها بهاد الشكل وغد نخليها حتى تبرد تماما من لي بردتها البنات عاد حطيت عليها طبقة نتع الكريمة اللي اجبت لكم خصائتها تبرد باش لذيك الكريمة ما تدوبش مين حطوها على الكيكا سخونة سوف يكتحطوا طبقة ديال الكيكا بهاد الشكل وكتقدوا لها السطح ديالها بهاد الطريقة هادي كطبقة اخيرة البنات ممكن انتم تكتفوا ويها كابل كريمة وتزينوها بمكسرات ولا بغيتو ولكنها الطبقة الاخيرة كتعطي واحد دوقة رائع فاختيت كسر ونادرت فيها كأس كبير ديال الماء وضفت عليها كيس من قهوة سريعة الدوابان اللي هي ملعقة كبيرة يعني هاد الكيكا لابس ديالها هي الوقود ديال القهوة وكتجي خاطر القهوة وشوكولة كيجي وروعة وضفت عليها هنا ساشي انتع الكاكاو ملعقة كبيرة انتع الكاكاو هنا نعطيكم مجوش اختيارات تقدرو عيواض الكاكاو تديرو فلون شوكولة فلون شوكولة إلا بغيتو ديال الطبقة اللي من الفوق انتع الكيك جي عاقدة جي مشدودة أما إلا بغيتوها جي سايحة ديرو الكاكاو معلقة كاكاو أنا تعجبني جي سايحة هاكاوها ودع للكيكا فدرت معلقة كاكاو ودرت تلت معلق سكر او على حساب التوقن ديالكم خلطتم غدي نغليهم غيو واحد الغلية كات يتبخوا على النار ونطفع لهم ونخليهم يبردوا وإلا كنتو درتو الفلون ما تخليوهش حتى يبرد انفوه تغلي وهي يتبخ سافيك تخويه مباشرة فوق ديك الطبقة انتع الكريمة اللي تكون باردة إلا درتو غيو الكاكاو فماشي مشكل خليوه يبرد عدخويوها هاكا مباشرة فوق ديك الكريمة بهاد الشكل عشوائي تقدروا تزينو تزيدو ترشو مكسارات ولا ليح بالخاطر انا خليتها هاكا عادية خليتها بردت ومبعد قطعتها هاكا المربعات سافيك تقدموها بردة كتجي كتهبلها البنات دوق القهوة كيجي روعة مع ديك الكريمة مع الكيكا كتجي مسقية مهوية خفيفة ما نحكي لكمش كتدوف الفم مع شي فنجل دي القهوة واللبريري دي لتي فلعشية يا سلام انا متأكده الي جربت هذه تحمق عليها انت ولي ذاتك يلا دوقي دوقي معي واحد المرسو يلا فان شاء الله تعجبكم هاد الوصفة حقباتي خليوا لي لايكاتكم تعليقاتكم في بارتاج للفيديو واشتركوا في القناة الى اللقاء